الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على نهجه وقت فأثره إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة ويتجدد اللقاء مع نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي صعد على قمة الجبل بعدما ترك هاجر وترك الطفل الرضيع إسماعيل عليه السلام صعد على جبل وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة سيدنا إبراهيم لا يريد من الدنيا إلا العبادة إلا الطاعة يريد من هذا الطفل الذي ترك في هذا المكان مع أمه يريد منه أن يقيم الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يعني يا رب اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تأتي إليهم مش كده وخلاص لا وارزقهم من الثمرات يعني يا رب اديهم أمواء اعطيهم من الثمرات ومن الماء ومن كل شيء ليه إبراهيم لعلهم يذكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يذكرون يعني مش هيديهم عصنهم لا حتى يذكرون يذكرون النعم التي أنعم الله بها عليهم طيب ما الذي حدث سيدنا إبراهيم يترك المكان وينصرف وتبقى هاجر مع طفلها لكن الماء قد نفد الماء مفيش طعام مفيش الطفل بدأ يبكي من شدة الجوع والعطش وهاجر كذلك أصابها الجوع والعطش ماذا تصنع لا تملك شيء تنظر إلى طفلها الذي يبكي ويصرخ من شدة العطش فأخذت تجري حتى صعدت على جبل اسمه الصفة ونزلت منه إلى جبل اسمه المروة وبدأ بين الصفة والمروة كم مرة سبعة أشواط حتى انتهت على جبل المروة يعني السيدة هاجر كانت تأتي من الصفة إلى المروة تجري من هنا إلى هنالك تهرول وهي تنادي هل من مغيث هل من مجيب هل من مغيث لكن من الذي سيقوم بإغاثتها مع طفلها لا أحد لكن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنها تنظر هاجر بعدما انتهت على سبعة أشواط وهي على جبل المروة تنظر فإذا بظل رجل عند ابنها في صوت كده حد هناك هناك رجل عند طفلها عند ابنها فخافت على طفلها فأسرعت إليه جاءت مهرولة إليه من هذا إنه جبريل عليه السلام الذي نزل من السماء إلى الأرض من أجل ماذا من أجل أن يضرب الأرض بجناحه لماذا حتى تتفجر بالماء ماء يخرج من هذه الأرض القاحلة نعم إنه ماء زمزم ماء زمزم والرسول يقول ماء زمزم لما شرب له طيب السيدة هاجر شربت وسقط إسماعيل عليه السلام فقال لها جبريل لمن ترككما إبراهيم هو إبراهيم سبكم على مين ليه سبك في المكان ده محدش معاك على من تركك إبراهيم فقالت تركنا لله ما قالت لهش زوجي أصابه خلل عقلي أو حدث له جنون وتركنا لا والعياذ بالله إنها فقيها قالت تركنا لله أو على الله فقال لها جبريل إذن لن يضيعكم الله أبدا إذا كان هو سبكم على ربنا إذن فلن يضيعكم الله أبدا ثم قال لها جبريل في هذا المكان سيكون بيت الله هنا يكون بيت مين بيت ربنا سبحانه وتعالى وإن الذي سيقوم بإعادة البناء هو إبراهيم على نبينا محمد وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مع هذا الغلام إسماعيل يبقى إسماعيل جاء ووضع في محنة مع أمه في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء من أجل أن يعمر هذا المكان ومن أجل أن يقيم الصلاة ومن أجل أن يبني البيت مع أبيه وفي يوم من الأيام كانت تمر قافلة لجرهم من العرب لقبيلة جرهم جاءت من الجنوب فرأت طيرا تحوم حول المكان شوفوا كده طيور تحوم حول المكان إذن هناك ماء إذا كان هناك طير فأعلم بأن هناك إيه ماء فجاءوا إلى هذا المكان فاستأذنوا من السيدة هاجر فأذنت لهم فشربوا واستأذنتهم هي بالجلوس معها جاءتهم خلاص إنت هنا تجلسون معنا هنا ما وهنا كذا وهناك خيرات كثيرة فعاشوا بجوارها وعمر هذا المكان وهذا ما سنتعرف عليه في لقاء آخر إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته